وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن ليلة القدر المبارقة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة والعبر السامية وأشر الرئيس السيسي إلى أن هذه المعاني الكريمة لليلة القدر هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات إن ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة فأعطاء الله الجذيل اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضى الله فلا يرجى الخير والمغفرة من الله عز وجل دون عمل وكفاح ولعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون كل في مجاله إلى التغلب عليها مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم موسيقى